هذا وقد أبرزت وسائله على من عدة تحذيرات الأمريكية للنظام القطري المستمر في موقف الدعم للإرهاب والرفضة للاستجابة لمطالب الدول الداعي لمكافحة الإرهاب وصلتت صحيفة واشنطن بوست الضوء على ما وصفته بالتحذير الصريح الذي وجهته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي لنظام الدوحة عبر دعمهم لتشريع من شأن فرض عقوبات على الأنظمة التي تقدم دعما عسكريا لحركة حماس ولفتت صحيفة الانتباه إلى أن الدعم جاء من جانب نواب جمهورينا وديمقراطيين ما يؤكد توحد الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة على استنكار دعم الدوحة للجماعات المتطرفة خصوصا وأن التشريع ينتقد قطر بشكل خاص لدعمها المتواصل للحركة المسلحة من جانبها أشرت صحيفة ظهل الأمريكية المربوقة النهج المبتكر الذي يتبع النظام القطري لموصلة تقديم الدعم للإرهابيين في العالم مشيرين إلى وعود نظام الدوحة الكذبة بشأن محاربة الإرهاب في وقت يمول فيه النظام الإرهاب ويشجعه بالخفاء وفي تقرير عالي نبرة أشارت مجلة The National Intercept إلى أن أي حال الأزمة القطرية ينبغي أن يتضمن إنهاء نظام الدوحة لكل أشكال دعمه للحركات المتطرفة ووضع حد لغزله المتواصل مع نظام ظهران ترجمة نانسي قنقر